السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لها الحركة الفلكية المفصلة إلى يوم الخميس أربعة أيار مايو طبعا القمر اليوم موجود في الميزان وبدو ينتقل لبرج العقرب وأيضا عندنا في ساعات العصر بتبدأ تأثيرات خسوف القمر الضلي أو الجزئي بمعنى آخر اللي بدها تصير بعد أيام فعشان هيك بدكوا تركزوا معي مضبوط وبرضو في إجابة على بعض الأسئلة في نهاية الحلقة بالنسبة للقمر موجود في الميزان وبدو ينتقل العقرب هو موجود الآن في منزلة الزباني وهي منزل الفساد والقطع والمشاكل ورحيضا للقمر موجود في هاي المنزل لغاية السبعة وأربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد بما أن القمر موجود في الميزان لغاية ساعات ما بعد العصر معناته بالظل هاي الفترة من الآن ولغاية ساعات ما بعد العصر فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد وهاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عاد تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية الاقتران الممتزجة ما بين الشمس وما بين عطارد وقلنا أن هاي بدأت تأثيرها يوم 28 أربعة ومستمرة لغاية يوم 7 خمسة طبعا عادة عند حدوث اتصال ما بين عطارد وأي كوكب وخصوصا عطارد بيتراجع معناته هاي زاوية بتميل للانتحاس أكثر من الإيجابية وبما أنه عطارد المسؤول عن الاتصالات والمواصلات والحركة والكلام والعصبية ومعناته هدولة ظاهرات عنا بشكل سلبي أما إيجابيتها فبتعزز قدرتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية ولكن بسبب سلبيتها بصير فيه عند البعض الفكر مشتت بقل التركيز نصبح متقلبين المزاج يجب الحذر أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة من الحوادث والإصابات وبرضو بتخلقنا نزاعات في حياتنا اليومية وخلافات عابرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبي بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا لما بتصير هاي الزاوية وهي تأثيراتها من 1.5 إلى 19.5 ذروتها يوم 9.5 غالبا بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبيزيد عنادتنا واندفاعنا من حاول إنه نعمل استقلالية لشخصيتنا أو استقلالية الأبناء على أباهم وبصير في عنا غرابة بالأطوار تجعلنا يعني نخطئ في أحكامنا ممكن يصير في عنا تحولات عنيفة في حياتنا برضو من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات في لها علاقة بالقلب أو تشنجات عضلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهي زاوية إيجابية مستمرة تأثيراتها من يوم 23.4 إلى يوم 7.5 بنكتسب شجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا ميلنا للمجازفة والسرعة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع ما بين سلبي ما بين المريخ وما بين المشتري وهي إلها علاقة بالعنف وإلها علاقة بالحضوض والمال إلها علاقة بالمناصب وإلها علاقة بالحيل والمكر فعشان هيك منجد أنه في هاي الفترة ممكن يحقق بعض الأشخاص تقدم على حساب الآخرين إلها تأثيرات على المستوى المالي والأمور البنكية وقرارات بتصير بالخفاء وبرضو إلها علاقة بالجيش والجيوش ودعم الجيوش بطريقة خفية إما ماليا أو أمور أخرى وبرضو هاي بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد وشعبية كبيرة ولكن بالحقيقة هذا الشخص بيكون محتل وصورة اللي بيبينها غير اللي بيبطنها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي الزاوية طبعا هي بتعمل مغريات يعني بتعمل مغريات للشخص أنه ينجذب لأشياء معينة ولكن بالزوايا الأخرى السلبية معناته في فخ بده يكون معرض للجميع هاي الزاوية تأثرة من يوم 28-4 ولغاية 12-5 الزاوية هاي بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا شيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل عملية إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل برضو بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك بهاي القدرات مثل الفن والديكور وأمورها وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة ممكن نحقق نجاحات شخصية وهذا وقت مناسب لو مر إلها علاقة بتطوير علاقة عاطفية ليش ركزت على كلمة هاي المخادعة وعلى كلمة أنه نقنع الشخص حتى لو كان بيفتقر للمرونة لأنه في أشخاص مثلا صعب أنك تنصب عليهم أو تحتال عليهم بسبب هاي الزاوية بتقدر تقنعه وتنصب عليه هاي مختصارها بالنسبة للزوايا اللي قبلها السلبية فهاي الزاوية هي خداعة ماشي بتعطي إيجابيات ولكن برضو بتورط أشخاص بأشياء بيشوفوها أنها هي ناجحة ولكن بالمقابل هي بتكون عكس ذلك تماما عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهاي برضو بتكمل مع الزاوية اللي قبلها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وقولنا أنه هاي الزاوية مدتها شهرين بدأت يوم 22.4 ومستمرة لغاية 22.6 بتدل على خسارة مالية ظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي عليك مراقبة تصرفاتك ونفقاتك وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير طبعا هاي الزاوية وإنها بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة بتضر بخزينة أو خزائن البلاد بمعنى آخر وأمور إلها علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية والإفلاس والخروج من الخدمة وإلى ما لنهاي وبرضو بتركز على أمور إلها علاقة باغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وإلها علاقة بالكوارث الطبيعية طبعا هاي الزاوية آثارها أو أعراضها أو المؤامرات تاعتها بلشت تبين شيئا فشيئا 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 بصورة أوضح يعني بمعنى آخر الأشخاص اللي إلهم علاقة بالمحاسبة أو بالاقتصاد أو بالبورصة أو بالأسواق المالية العالمية أو اللي بيعرفوا بالسياسة بيعرفوا إيش المقصود من الكلام اللي أنا بحكيه لأنه بلدأ في تلميحات لعملية أول إشي الارتفاع الكساد وارتفاع العملية الأمور المالية الضغط وعملية الانقسام والتحرر من الدولار بلشت ظاهرة تماما والتلميح الأخطر الأخطر بشكل مرعب اللي قاعد بتخطط بالخفاء اللي هي موضوع العمل العملة الرقمية وهي العملة اللي بدها تصير يعني بديلة للعملة الورقية اللي موجودة بين إيديك واللي الدول رح تصير تستخدمها في دول استخدمتها ولكن الآن بده يصير في عملية تصريح إنه هاي العملة تصير عملة رسمية في البلاد يعني بكرة بدكوا تتمنوا تمسكوا ورقة عملة كلها أرقام على الكمبيوتر ومراقبين ومتابعين وكله رح يكون محاسب عشان هيك هاي من أخطر البوادر اللي قاعد بتصير على الساحة بالخفاء اللي رح تفاجئ كثير من الأشخاص أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي الزاوية يعني قلنا إنه تأثيرها إذا روتها كانت ساعة تسعة وتسعة دقائق لأنه ذكرناها يوم أمس من مساء اليوم الأربعاء وتأثيراتها بتستمر من صباح يوم الأربعاء وبتستمر حتى ظهر يوم الخميس عشان هيك رجعت وذكرتها اليوم لأنها هي مستمرة زاوية تأثيراتها مستمرة في يوم الخميس فلازم أذكرها هاي الزاوية قلنا إنها بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فبنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا أي استفزاز أو مواجهة معاه بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود بالخيال الخصب والشك والغير والأمور وتحليل الأمور بشكل سلبي بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأنه يعني تكون أعمالنا روتينية واللي بيقدر يأخذ راحة يكون أفضل وهذا التحول لنا أنه مضر بالصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي ساعة 57 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس ذروتها ولكن بدأت تأثيراتها اللي هي من مساء يوم الأربعة وبتستمر تأثيراتها حتى مساء يوم الخميس هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها الساعة 9 و 16 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس طبعا بتبدأ تأثيراتها من مغرب يوم الأربعة وبتستمر حتى منتصف ليلة الخميس على الجمعة يجب توخي الحذر ممن يحاوله استغلال طيبتنا وكرمنا ركزوا عليها النقطاعي برضو بتخلينا نشوف أو بتجعلنا نرى مشاريع أو مشروع معين بحاجب أكبر من حقيقته نثق في وعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية بتكونوا متيقضين في نفقاتكم اتجنبوا الإفراط في الأكل لأنه هذا شيء ممكن يعرضكم لعسر الهضم والتخمي فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكوا من النصابين والمحتالين برضو هاي زاوية بتدل على استيارة الرأي العام بأمور إلها علاقة بالوضع المادي على مستوى دولة نتيجة تراجع مدخيل الدولة أو تقهقر في مدخيل مؤسسات المالية والبنكية أو زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين لجديد المتعلقة بمدونة المرأة أو تشغيل الأطفال بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار اللي رح يبدأ ساعة تسعة وست عشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس ورح يستمر حتى تمام ساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها للعقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في برج العقرب وبلش يشكل أول زوايا مع الكواكب الرئيسية بما أن القمر رح ينتقل للعقرب معناته من ساعات العصر منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت الزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و 11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي من عصر اليوم الخميس وتأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الخميس وبتستمر حتى صباح يوم الجمعة طبعا هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة برضو بتوجه اهتمامنا للأمور الخفية والغامضة السلبية بتقوي شهوانيتنا بشكل سلبي وبتدل على استياء في الرأي العام من تداهور أوضاع المرأة أو الأوث بيئي أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتجات الغذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ذروة زاوية زاوية تربية سلبية ما بين الزهرة وما بين نبتون اللي بدأنا نذكرها يوم ثمانية وعشرين أربعة وهي مستمرة لغاية يوم 11 خمسة ذروتها اليوم الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة تقريبا بدنا نقول يعني في ساعات سباب العصر أو ما بعد العصر هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي تتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وزاوية التربيع هاي زاوية خطيرة جدا بتزيد من خلالها الأمور اللي لها علاقة بالتحرش الجنسي واغتصاب الأطفال وبتسببنا الارتباك وخيبات أمل في حياتنا العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات والأدوية المهدئة والمنشطات وبتدل على تراجع مدخيل الأسطول البحري والصيد والبحريات يعني والسوائل وصناعات اللي لها علاقة بالصيدة وكذلك صناعة النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهذا القطاع يعني ممكن يصير فيه تراجع بالأعمال الفنية اللي بتطرح للأسواق أو مشاكل لها علاقة بالمستوى الفني أو الفنانين أهم إشي برضو بالفترة هاي تنتبهوا من الأمور اللي لها علاقة بالسوائل تسممات لها علاقة بالسوائل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون بعد منتصف هاي الليل يعني من المفروض أنه حلقة يوم الجمعة أذكرها ولكن لأن تأثير هدول الزوايا ببلش يوم الخميس فمضطر أني أذكرها اليوم لأنها زوايا لازم نركز عليها زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل الساعة 12 و 53 دقيقة ذروتها بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة ولكن بتبدأ تأثيراتها من ساعات عصر يوم الخميس وبتستمر حتى عصر يوم الجمعة نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو نفس الشيء يعني في ساعات تقريبا نقول 12 و 53 دقيقة من ساعات يوم الجمعة هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي برضو مستمرة من مساء يوم الخميس وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجيات طباع وهو مصدر للتوتر خصوصا إذا كان الشخص متعب وبرضو ممكن نتعرض بعض الأشخاص لحوادث أو إصابات يستحسن أنه يعني نحاول نتحكم بأفكارنا وكلامنا لأنه ما رح نحسن التحكم فيهم على أغلب الأوقات يعني فعشان هيك التحكم بأفكارنا كلامنا وذكرياتنا برضو أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية وأخطر زاوية بالأيام القادمة هي زاوية التقابل السلبية اللي بين القمر وبين الشمس اللي راح تكون الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد عصر يوم الجمعة بعد عصر يوم الجمعة هذا الوقت اللي هو ساعة خمسة وثلاثة وثلاثين هو وقت خسوف القمر الجزئي ومعنى زاوية التقابل يعني هي وقت الخسوف وقت اكتمال القمر فليش بذكرها أنا اليوم هي في إلها حلقة أعتقد أنها يا بتنزل اليوم يا بتنزل اليوم يعني لازم أنزلها اليوم ولكن هاي تنوي لا إلها لأنه لسه أنا بسجل للحلقة إحنا يوم الأحد أنا بسجل الحلقة الأحد فأكيد رح أسجلها ونزلها على القناة ولكن لازم أذكرها في التوقعات اليومية هاي الخسوف الضلي رح يكون تركيزه على إفريقيا على آسيا على أستراليا يعني كل المناطق هاي رح يشملها هذا الخسوف بتأثيراته لأنه جاي بوقت حساس جدا وبرضو الأحداث اللي بتصير حساسة جدا ووقوعه رح يكون بالعقرب اللي العلاقة هو أساسا بترتيب والبيت الثامن البيت الثامن معروف إلو علاقة بالأموال المشتركة وزوايا العلاقة بالمال والنصب والاحتيال والقرارات وا وا فما منعرف شو اللي جاي طبعا هذا الخسوف زي ما حكينا أو هاي الزاوية رح تتشكل ساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد عصر يوم الجمعة ولكن تأثيراتها بتبدأ من مساء يوم الخميس وبتستمر حتى عصر يوم السبت يعني شوفوا قديش المد وهاي هي مدة تأثير الخسوف يعني لا قبل ممكن تأثيرات قبل هاي إشي خفيف وبعد هاي إشي خفيف ولكن هاي الذروة من عصر من مساء يوم الخميس وحتى عصر يوم السبت مش ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد لا هاي هيك تأثيرها طيب بالنسبة للتقابل خلي الخسوف منحكيه بوقته التقابل عادة لما بصير بين القمر وبين الشمس اللي هي مرحلة اكتمال القمر هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعك السلبا على علاقاتنا مع الآخرين بتجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر طبعا هاي بتعمل تقلبات برضو إلها علاقة بالمنتجات الصناعية والغذائية وأيضا بتظهر خلافات عرقية أو دينية أو مذهبية وأيضا خلافات بتكون مع الحكومة ومع النساء يعني هي حكومة النساء ما هي حكومة أساسا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية هدولا طبعا لغاية ساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر بصير عنا العضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانة والجينات هدولا بصيروا أكثر حساسية عشان هيك لغاية ساعات الساعة دين ونص بتوقيت جرينيتش عصرا أمور اللي إلها علاقة بالتجميل والجلد والأمور هاي برضو من يقول إنها لا تصلح وفترة اكتمال قمر خصوف زوايا سلبية تراجع وطارد يعني اللي بيجي بسألني بقول لي بقدر أعمل عملية تجميل يا عمي روح أعمل أنا بقول لك ما تعملش وانت بتسألني عشان أقول لك أعمل ما رح حكي لك أعمل انت حر بدك تعمل اعمل الوضع مش مناسب لعمليات التجميل يعني صدقوني رغم كل الزوايا اللي أنا بشوفها مع الزهرة الزهرة ضعيفة محترقة زواياها ضعيفة ما لها قوة الآن عشان هيك يا جماعة الخير ما بنصح بعمليات التجميل اللي بيرجع بسألني بقول لي طيب أعمل بوتوكس أعمل طيب يا عمي روح أعمل يعني شو أحكي لك يعني انت بدك يعني زي اللي بدور على شيخ على كل شيخ باللف على كل شيخ عشان يفتيله فتوى على مزاجه طب ما خلاص روح أعملها يعني برضو بدك تورط الشيخ معاك يعني على كل حال الله يسهل على الجميع المهم هاي الأعضاء اللي في جسمنا أكثر حساسية اللي بشعر بأعراض غير اعتيادية يراجع طبيبه بالنسبة لعمليات التجميل برضو بقولكو غير مناسبة عمليات التجميل الحجامة طبعا اليوم خلاص سكرت يعني كان في مجال يوم أمس ولكن من بعد يوم السبت يوم الأحد أو يوم الأحد يوم الاثنين تصلح لعمليات الحجامة بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا هسا أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية الضرورية جدا ولكن الطارقة ما فيه أي مشكلة أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فطبعا لسه الجلد يعني اتركها لساعات المساء ولكن برضو مع اكتمال القمر ما بنصحك في هذا الموضوع أجلوا هاي الأمور لبعد يوم الأحد بيكون أفضل حتى القص الشعر التجميلي والصبغ والأمور هاي كلها لا بعد يوم الأحد هيك بنختصر الموضوع بيكون أفضل بكثير بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج العقرب معناته خلوه المسار القادم بيبدأ يوم السبت يوم ستة خمسة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة عصرا بصير خمستاشر يوم نسبة الإضاءة 98% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21.5 سعيدة بنسبة 15% الآن في ساعات المساء بتصير منتحسة بنسبة 15% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يظل في العقرب لغاية يوم 6.5 منتحسة الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم 15.5 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7.5 سعيد بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21.5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 30.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11.6 منتحس بنسبة 30% طيب نجاوب على بعض الأسسل سريعا سريعا دكتور سعيد أمتى يعني أعطينا بكفي هالضغط اللي بيصير علينا وهالاكتئاب وهالنحسل لكله بالكواكب وهذا أمتى بدها تنفرج الأمور هاي؟ والله أنا عشان أجاوب على هذا السؤال يعني أول شيء هاي زوايا تقريبا كلها متجمعة في اتجاه واحد يعني بين الحوت والحمل والثور قليلا بالجوزاء لما تصير تتحرك الكواكب هاي المتجمعة لعمل الإقترانات هاي كلها وزوايا التربيع تبعد شوي وتدخل يعني للجوزاء شوي بتبلش تتحسن الحيوية والنشاط أكثر يعني بصير في نوع من التغييرات وهذا الشيء طبعا بيبلش يفكفك الزوايا هاي الموجودة كلها بتصير تتفكفك مع الأيام الجاي صحيح إنه في زوايا راح ضل القائمة ولكن برضو بتخفف الضغط على الأشخاص شيئا ما ولكن هي الموضوع الصبر لحديث ما نتجاوز فترة تراجع وطارد أقل ما فيها يعني نطلع من تأثير يوم لغاية 18-6 وبنتها ي 15-6 نطلع من 18-6 بعدين منلاقي الأمور بلشت لحالها 18-5 عفوا نلاقي الأمور بلشت تتفكفك وتتغير الأجواء بشكل أفضل من اللي إحنا هسا مضغوطين فيه بشكل واضح يعني طبعا زي ما الكل بعرف إنه الحلقة التوقعات اليومية إحنا مننزل فيها حركة الكواكب والأمور هاي ولكن مش بالتفصيل اللي بنزل في هاي الحلقة هاي الحلقة للأشخاص اللي بدهم التفاصيل للأمور اللي بدها شرح والتحليل والآراء لإجابة الأسئلة هي بتكون في هاي الحلقة الحلقة الثانية هذيك فقط للأشخاص اللي بيجي بدي يسمع برجه ويطلع ويا ريت في ناس بتدخل بتسمع نص برجه وتطلع يعني على حسب تحليلات اليوتيوب إشي ما شاء الله في أشخاص بقولولي أنت ملاحظ من لما أنت فصلت الحلقات عندك المشاهدات نزلت آه عادي ملاحظ وأنا مش زعلان على هذا الموضوع اللي بده يحضر يحضر ما بده يحضر بلاش كنا نعمل حلقة كاملة كانوا ينطوا يسمعوا توقعاتهم أشوف تعليقاتهم تحت أنت بترغي كثير وهاي المقدمة اللي طويلة إحنا مش فاهمينها وليش بتحطها ومش مفيدة لإلنا يجينا قسمناها بطلوا لا هنا يحطوا ولا هنا يشوفوا يعني هذولا الناس بتتلكك ماشي هاي الناس بتتلكك وفي أشخاص أساسا يعني هم ما بدهم لا أعمل حلقات ولو أسكر القناة بيكون أفضل إلهم وبكونوا مبسوطين وأنا بالنسبة إلي مبسوط أنا هيني بسجل ربنا معطيني الصحة المهدودة هاي الحمد لله رب العالمين بسجل في مجال أسجل حلقتين بسجل حلقتين لما ما بقدرش أسجل حلقتين بروح بجمع لكم الحلقتين بحلقة واحدة عادي جدا يعني يعني بتكونوا جهزين لأي شيء لأنه أنا يعني أحكي لكم إياها عبلوطة أنا بوضع صحي إزبالي هيك من الآخر فأنا بحاول أسارع في الأمور أسجل لكم الحلقات التعليمية لأني مش ضامن يوم بالمختصر فأنا بحاول أفيدكم قدر الإمكان بالإشي اللي أنا بسجل لكم إياه بدي أعلمك وأقول لكم لو رؤوس أقلام وأنتو بعدها بتعرفوا الطريق من وين وهذا الحكي يعني لأول مرة بحكيه المقربين جدا بيعرفوهش فعشان هيك يعني ارحموني شوي ارحموني خلوني أنا في الوضع العام اللي أنا فيه بستمتع قاعد فأنا بعطيكم معلومات أخدت في المعلومات ما أخدتش في المعلومات بدك تسب بدك تغلط بدك تشارك بدك تشوف بدك شي تشوف بدك تبطل ما بتفرقش معي مش فارقة يعني اللي أنا رايح له خلص يعني اللي خلص يعني بكفي لا حول ولا قوة الله بالله خلينا نختم خلينا نختم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة